عبر الهاتف من تونس سيد علي الطياش الناب عن الحزب الدستوري الحر أستاذ علي كيف تنظرون إلى دعوة سيد راشد الغنوشي لفض اعتصامكم بالقوة وطلبوا من وزير الداخلية ذلك هذه دعوة في غير طريقها محاولة لتكميم الأخواة واستعمال القوة مع نواد الشعب يتمتعون بالحصانة ليست طريقة مجدية ولا عقلانية هذه طرق ذات الصراع بالنسبة إليهم تقتضي استعمال القوة ضد نواد وهو في اعتقادي انحراف خطير بسلطة رئيس المجلس واعتقادي أيضا أن هذا التطرف لا يرضي إلى الرأي العام المحلي ولا الرأي العام الدولي المتابعة بالشأن التونسي هذا دليل على تخبطهم ودليل على ارتباكهم أمام الطلبات الشرعية والمشروعة لنواب الكتلة الدستوري الحر وبعض الأصوات وعدي الأصوات داخل البرلمان نعم هذا الطلب طبعا تم رفضه من وزارة الداخلية التونسية ولكن أستاذ علي ألا يعيق اعتصامكم عمل البرلمان كما يقول سيد راشد الغنوشي أنا أؤكد لكم أن عمل البرلمان متواصل لجنه متواصلة كتلة تعمل ليس هناك أي إعاقة والننظر إلى جدول ورزنامة الاتفاقيات أو القوانين التي ورزت عن البرلمان جدول هذه الاتفاقيات منذ بداية المجلس نحن لم نصادق ولم نوافق ألا على قروز بما يدعم مديونية تونس وجه الخارج القوانين الرسمية والأساسية التي ينبغي أن تمروا أن تكون في صلح الشعب التونسي هي قوانين أما موجودة في الرقوف أو معطل تمريرها إلى الجلسة العامة المصادقة عليها لا وجود لأي تعطيل لعمل البرلمان نحن لسنا دعاة عنص لسنا دعاة أي دعوة من دعوات التعصب أو الكراهية أو غيره نحن نعمل ونطالب بحقوق داخل البرلمان تونسي نعتقد أن رئاسة المجلس قد محرفت بمصاره أرضاء لأنصارها وببعض كتلة المساندة لها نعم الأستاذ علي الطياشي النائب عن الحزب الدستوري الحر كنت معنا عبر الهاتف من تونس شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر